أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية بعد ترديد ثلاثة نواب جدد اليمينة الدستورية عدم توافق الكتل النيابية حول ملف رئاسة اللجان وتوزيع النواب عليها اذ طر رئاسة المجلس إلى رفع فقرة توزيع النواب على اللجان من جدول أعمال الجلسة ربما هي بحسومة يعني عدد رئاسة اللجان إلى الشيعة وكذلك إلى الكورد وإلى المكون السني وأيضا عدد رئاسات اللجان داخل كل مكون هي الأخرى محسومة تبقى وضع النقاط على الحروف هي مسألة وقت ليس إلا نعتقد ربما في الأيام القادمة سيتم حسم هذا الملف من الناحية المبدئية الآن أنه تم الاتفاق على رئاسة اللجنة المالية إلى دولة القانون واستكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين العام والخاص في وقت رفضت رئاسة المجلس طلباً تقدم به عدد من النواب لاستضافة محافظ البنك المركزي للتباحث بشأن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار نحية الرئاسة رفضت أضافة فقرة ومن الجدول لمناقشة آثار ارتفاع سعر الدولار وآثار السلبية على المواطن لدينا متابعة مستمرة وبدلاً عن ذلك سيتم استضافة محافظة البنك المركزي في اللجنة المختصة المالية واللجنة النزاهة لمتابعة الموضوع وبعد أن أنهى مجلس النوابي قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة المشاركة في مؤتمر الدول الأطرافي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيير المناخي رفعت الجلسة دون تحديد موعد للجلسة المقبلة أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد اشتركوا في القناة